السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهلا بكم من جديد في قناة فريدة شانيل كنتم نتكونوا جميعا إن شاء الله في أحسن الأحوال على فهل فيديو سنشوفوا شروط وطريقة تشيل مباراة توضيح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2022 وقبل ما نبدأوا الفيديو واتنساوش الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هناك إعلان عن توضيح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة لنا إعلان كامل باللغة العربية لكن عدد المناصب المطلوبة بنسبة للتقني مقصص هو 491 1991 بنسبة لإطار باكالوريزاء الثلاثة 48 إطار عالي ديال باكالوريزاء الثلاثة 4 ديال مهندسي الدولة 16 ديال إطار في القانون باكالوريزاء الثلاثة 5 ديال أوطر في القانون باكالوريزاء الثمناثة 27 ممرض والتقنية الصحة باكاروريا زي 3 23 طبيب عام وطبيبان للأسنان برسم السنة 2022 البنسبة للتقنية المتخصصة اللي هو 400 و 96 منصب بالنسبة للتقنية المتخصص يعني عدد مهم من المناصب المطلوبة هنا كان بالنسبة للدبلوم المطلوب كان الدبلوم التقنية المتخصص الدبلوم ديالتقنية السبيسياليزية شهدت ديالتقنية العالية اللي هي BTS والدبلوم الجامعي اللي هي ديالتقنية على المسبة للتخصصات المطلوبة هي تسير مقاولات التجارة المالية المحاسبة التطوير المعلوماتي الأنظمة والشبكات كتابة الإدارة هندسة المدنية الطبع المعلوماتي هناك المقر ديال التعيين وهناك العدد في كل مقر بالنسبة لي شروط المشاركة في المباراة تخص مزداد سنة 1992 فما فوق مغربي أو مغربيات الجنسية وحاصل على 12 على 20 على الأقل خلال دورة التكوينية يعني العام الأول وعام الثاني قصة 12 على 20 يلي عنده قلب 12 على 20 يعني بلا ما يتجل هاد مباراة بالنسبة لي دو إس تي أو دو إي تي أو بي تي أس بتلاسة بيهم هناك ديبلوم زائد عدد المترشحين الذين سيتموا استدعاؤهم كالمعامل عدد مناصب للتوضيح هناك التخصص بالنسبة للأطول بكارريا زائي 391 منصي جزء أو ما يعادوها يعني بكارريا زائي 3 في المالية المحاسبة في الصحافة صيانة طبية الحيوية بالنسبة لشرط المشاركة يعني مزدد 1991 فما فاق مغربة الجنسية وبنسبة للمعدد خصي يكون 12 على 20 على الأقل في المدة التكويني يعني العام الأول والعام الثاني والعام الثالث بالنسبة للأطول عليا بكارريا 48 منصي يعني هنا بكارريا زائد 5 هلو كي المصدر أو ما يعادله بكارريا زائد 5 التخصص في التدقيق مراقبة سير في الإحصاء لعندسة الدراسات والطور المعلومات تواصل تدبير الهيئات سويق والأنشطات التجارية سويق الرقمي بالنسبة لنا مزدد 1990 فما فوق مغربية أو مغربية الجنسية ودائما بالنسبة للمعدد الدورة التكوينية الكاملة سيكون 12 على 20 على الأقل مهندس الدولة ربعا دي المناصب ديبلوم مهندس الدولة في تخصصات دي الهندسة المدنية الهندسة الصناعية والإكتوارية والمانية بالنسبة للشروط مزدد 1990 فما فوق مغربية الجنسية أو مغربية الجنسية ودائما بالنسبة للمعدد الخصيق 12 على الأقل في الدورة التكوينية مصدر في القانون باكالورية زائد ثلاثة يعني إجازة أو ما يعادلها يعني باكالورية زائد ثلاثة في القانون الخاص بالعربية 1991 فما فوق حاصل على الدبلوم إجازة الباكالورية زائد ثلاثة أو ما يعادله مصدر في القانون باكالورية زائد خمسة على كين الخمسة دي المناصب على بالنسبة لنا كين المصدر أو ما يعادل باكالورية زائد خمسة في القانون دي الأعمال القانون الخاص القانون العام مزداد في 1990 فما فوق مغربي الجنسية وهنا يا حاسعة ديبلوم ديال المصدر باكالوريا زائد 5 بالنسبة لي ممرض وتقنية الصحة باكالوريا زائد 23 منصب إجازة في المهن التمريضية وتقنية الصحة أو ما يعادلوها باكالوريا زائد 3 كنت تخدير والإنعاج في تقنية الأشعة سيكون مزداد أو مزداد في 1991 فما فوق مغربي الجنسية وبالنسبة المعدل خصي يكون 12 على 20 على الأقل بسبب الأطباء عمو 23 منصب دكتورة في الطيب العام هنا بالنسبة للمقر ديال التعيين كان في وجدات أنجار جديدة وفي الدار البيضاء وبالنسبة هنا السنة 1987 فما فوق مغربي الجنسية وحاصل على الدكتورة في الطيب العام أطباء الأسنان جوج ديال المناصب هنا بالنسبة لي هنا دكتورة في الطيب الأسنان وبسبب المقر التعيين مديرية تعويضات تأميل إجباري عن المرض در البيضاء ويكون مزداد 1988 فما فوق ومغربي الجنسية على المنسبة لي عندهم الصيفة ديال المقاوي مكفول أمة قدمة المحاربين 25% المنسبة لكيفية الترشيح يجب أن ترشيح يجب أن يكون الاستمارة ديال الترشيح فقط عبر الرابط المعلوماتي قد نشوفوا طريقة ديال التجيل على آخر أجل هو شهر سبعة فهربعة على الساعة الثانية عشرة منتصف الليل سيتمو إرسال إشعار بالتوصيل للمترشيحين سيتمو بعد تجيل ودير الكونفرماشون سيتمو إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني اللي غادي يرسلكون فيها الكود لتتبوع الطالب بالنسبة لإعلان عن لوائح المترشيحين مدعوي لجهاز المقابلات الشفوية يعني غايكون سيلكسيون غايكون شفاوي لغال بالنسبة لوائح غايكونو في البوابة وفي أمبو الوابيبليك بوابة أمبو الوابيبليك وفي المقار المركزي للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي اللي كين بالدار البيضاء المسبة هنا ملف الترشيح اللي خصيك السيلة الداتية اللي كين نسخة منها الدبلوم نسخة ديال إيجازة اللي عنده الإيجازة كشفات النقاط لغول فيدنوت نسخة ديال البطاقة الوطنية نسخة من شهادة الجيل بالنسبة للأطباء بهيئة الأطباء بالنسبة للأطباء نسخة أيضا ديال الترخيص بالنسبة لجهاز مباراة بالنسبة للموظفين اللي بالنسبة للعملية للتجيل لا تستلزيم دفع أي نفقات أو رسوم وبالنسبة للمعلومات فستكون معلومات مطابقة على المعلومات اللي عندكم في الوطائق يعني بالنسبة للمعلومات اللي قد دخلو في التجيل في البوابة فستكون مطابقة للمعلومات اللي عندكم وإلا سيتموا إلغاء ترشيحكم على المسبة هنا كان سعود ديال المباريات يعني كل تخصص بحده على مثلا المسبة هنا عن دير تكنيسيا سبيسياليزي راتعطاني هاد الواجهة على هنا كان الاسبيسياليتي تخصصات المطلوبة هنا كان الشروط وهدو الواتاق اللي خصكوم تدفعوه في التجيل بالنسبة للسيفي قد ديروه بحده وبنسبة لهاد الواتاقي قد جمعهم كلهم في ملف على شكل PDF وديروه لتحميل أيضا المنسبة لي عندو هاد ديبلوم ديال تكنيسيا سبيسياليزي يمكن نقل على بوستيلي أسات أفخ المنسبة لكل تخصص هنا اللي عندو الديبلوم مثلا انجينيور ديطا يكليك على انجينيور ديطا ميتسان ينسد دي سويس المنسبة لي نختار تكنيسيا سبيسياليزي هلا غني كليكي على بوستيلي أسات أفخ اللي تعطاني هاد الفورميلار هلا هنا يكن الفورميلار سكم دروري ديرولو ملء ديال الخانات وفتالي تنقل على بالديمة كونديداتيو هلا بنسبة لي التجيل هلا غدير واش مادام أو مسيو غدير نيال اسم عائلية اسم الشخصي الرقم ديال سيني رقم ديال بطاقة الوطنية للتعريف هلا غدير تاريخ الزديال لجوغ المواء أولاني نقل دير العنوان نقل دير المدينة نقل دير البيه هو ماروك يعني دروري مغربة الجنسية من الشروط نقل دير تليفون هاتف نقل دير إيميل بريد إلكتروني هلا هنا تدير نيفو ديكسپيريونس غلوبال هلا واش نهو نيفو ديكسپيريونس واش عندك مثلا عام وربع شهور الى غير ذلك هلا هنا تدير افيفو انساتو بارتوكولي هلا واش عندك شي صفة من هات الصفات يعني واش مقاوي الأمة محارب عسكري قديم انسة دوسويت إلا عندك أتختارها ما عندكش تخليها هكا هلا ونيفو دي ساليغ أكسويل هلا ونسبة لي عنده ديجا الإكسپيريونس هلا وش حال هو لنيفو ديال ساليغ الحالي اللي كتخدم به هلا هنا يا دوكوي الى ديرنير إكسپيريونس هلا ودير مثلا من واحد على احتل هلا من واحد مثلا آآ 2019 على احتل مثلا آآ عشرة عشرة 2021 على شنه الفونكسيون اللي كنت كتدير يعني شنه الوظيفة مثلا مثلا هنه شنوى البوص أوكيبي هتكتب هنا شنوى البوص إكيبي لغشنوى محصل عليه اللي غدي ترشح به يعني وش موية انفيريور غادوز آآ اقال دوز أو ما بين متلا 12 12 ونص اللي عنده قلم 12 غير مقبول على بالنسبة اللي متلا ندير اقال دوز أو ما بين 12 و12 ونص اقال هنه غديش نهي المدرسة اللي حصلت فيها على الدبلوم اقال هنه الدبلوم عقوني دون لفونكسيون بيبليك غدير وي انت تليد للا فورماشيون تالي خسير لديبلوم على شنو الاسم ديال التكوي اللي تلقيت يعني كيف ما هو مكتوب على الشهادة اللي محصل عليها شنو السين ديال ديبلوم اللي غدي ترشح به يعني يعني هنه قدير شنو هي المدرسة وشنو هو التخصص ديال شهادة اللي حصلت عليها هنه غدير سبيسياليتي شنو التخصص ديال الشهادة اللي محصل عليها هنه غدير لانغ هنه غدير لانغ عراب هنه يلو نيفو هنه يكسيلونت ميتخيزي فاركزمبل هنه غدير مثلا الفرنسية هنه غدير شنوه لنيفو ديالك فالفرنسية واش افونسي فاركزمبل افونسي منسبة هنه يدير مثلا اللغة الانجليزية ودير مثلا انترميديار ينتقدر على الحساب المستوى ديالك اللي بعد ذلك تجي المرحلة الاخيرة هي ديال الوثائق فو دوكيمون جوان هنه تدير سيفي اكتواليزي يعني سيفيكون حادي وما يتعداج 5.12 ميجا اكتي بالنسبة للتيب اللي هو اكسيبته هو pdf على بالنسبة اللي غيوجد كتار من 5.12 ميجا اكتي يمكن لكم تستعملوا للجسيال دو كومبخيشيون دو فشي على هنه دوسي دو كونديداتيو على بالنسبة ل مثلا اخترت تكنيسيان سبيسياليزي في هاد الوثائق كلهم هاد سيفي قدديروه بحده وبعد ذلك هاد الوثائق كلهم قدد جمعهم في ملف واحد على شكل pdf ودديروه في هاد المكان يعني شوزير انفيشي وددر تحميل ديال الملف على شكل pdf فيه جميع الوثائق المتبقية غير سيفي وما يتعداج 5.12 ميجا ارجين دو فتر كونديداتيو هو كونكور على هنه ديال شنو هو رمز المخالف كليكي سور ليماج كلي ديفيرون ديز اطر وهي هادي ديال جيلي اي جاكسب ديال فاليدي ما كونديداتيو ولكن قبل خصك تأكد من المعلومات ديال كل هاوش معلومات صحيحة على بعد ذا مل جميع المعلومات وتأكد بان جميع المعلومات فهي معلومات صحيحة اللي غد نقل على فاليدي ما كونديداتيو يعني تدير تأكيد الترشيح اللي بعد النقر على تأكيد الترشيح سيتموا إرسال رسالة إلكترونية الى البريد إلكتروني اللي دخلتوا في التشجيل اللي فهي غد يدوجدوا لومود باس زائل اللي غد دخلوا بيهم وددروا تتبع الطلب هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو كنتمنى التوفيق للجميع ما تنسوه إذا أعجبكم فيديو دعمي بإعجاب للفيديو وإذا كنتم أول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوه دعمي باشتراك في القناة تتفعيل جرسة لكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة